لم يعود العراق حديقة خلفية لإيران فحسب بل يحولوا إلى محافظة تابعة لها من خلال السلسلة إجراءات بدأتها حكومة السوداني والهدف منها تكريس التبعية لإيران في المجالة الأمنية والاقتصادية والثقافية ومن بين هذه القرارات تأسيس شركة عامة لميليشيات الحشد والامتثال لقرار إيراني بتأسيس مكاتب الوزارة النفط الإيرانية في بغداد عدد من المحافظات الخطر الأكبر يأتي من الجانب الثقافي حيث وافقت الحكومة على افتتاح عدد من الكليات التابعة لجامعة طهران في العراق وبالتالي بناء جيل من الشباب معبئ بالأفكار الغريبة التي لا تتلام مع توجه وطبيعة وثوابت المجتمع العراقي الاجتماعي والثقافية الحكومة وافقت على تأسيس شركة عامة تابعة لهيئة الحشد تحمل اسم المهندس برئاسة فالح الفياض برأس مال قدره 100 مليار دينار عراقي وذلك بهدف إضفاء طابع شريع على نشاط الميليشيات في مجال التجسس ومراقبة الحدود وتأمين الحدود الإيرانية خاصة في أطراف محافظة ديالة تحت ستار إقامة مشاريع ذات طابع مدني اقتصادي في هذه المناطق للتمويه على نشاطها الحقيقي من ناحية أخرى أكدت تقارير الصحفية أن وزارة النفط الإيرانية ستفتتح المزيد من المكاتب في عدد من المحافظات العراقية بعد أن افتتحت أول مكاتبها في بغداد الأمر الذي أثار المخاوف من وجود نوايا إيرانية للسيطرة على سوق الطاقة العراقي ومن العسكرة والاقتصاد إلى الغزو الثقافي حيث أصدرت حكومة السوداني قرارا يتعلق بافتتاح عدد من الكليات الإيرانية التابعة لجامعة طهران للعلوم الطبية في المحافظات العراقية مراقبون يتوقعون أن يتبع هذا القرار افتتاح كليات أخرى للعلوم الإنسانية أيضا ما يعني تطويع الجوانب الثقافية للرؤية الإيرانية التي تتنافى مع طبيعة المجتمع العراقي ترجمة نانسي قنقر